اشتركوا في القناة ستمكن المرشحين من التفرد برئاسة الحكومة الرئيس الإيراني يبعد حل المفاوضات دون رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية واشنطن تفرد المزيد من الضغط الاقتصادي والرئيس الفرنسي في وسطته بين مطرقة واشنطن وسندان طهران تضق الساعة وتمر الأيام وأمام إسرائيل معضلة سياسية إما أن تحل بحكومة وحدة وطنية أو معجزة لكل المتنافسين أو التوجه لخيار لا يحمد عقباه انتخابات ثالثة يجتمع مرشحا رئاسة الحكومة نتنياهو وغانس برئيس الدولة الإسرائيلية رؤيفين ريفلين والذي سيوصي بمهمة تشكيل نتنياهو الحكومة الإسرائيلية القادمة والمهمة شبه مستحيلة لنتنياهو فالبمقدور الرئيس الإسرائيلي حل معضلة سياسية وصفت بالتاريخية على وقع توقعات بإلقاء الرئيس الإسرائيلي رؤيفين ريفلين مهمة تشكيل الحكومة على بن يمين نتنياهو زعيم حزب الليكود أو بني جلت زعيم تحالف كحولفان يعقد لقاء ثلاثي يجمع كلا من زعيمي الحزبين إلى جانب الرئيس الإسرائيلي ريفلين وهو اللقاء الثاني خلال 48 ساعة في دوان الرئيس الإسرائيلي إضافة للقاءات جمعت بين ممثلي الحزبين المسؤولين عن المفاوضات في محاولة لجسر الهوى بين الليكود وكحولفان في تشكيل حكومة وحدة وطنية جلسات طاقم المفاوضات لم تبعث الأمل في التوصل لاتفاق بين الأحزاب والرضوخ لطلب الرئيس في تشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون بني جانت رئيسا للوزراء وسيذهب بيبي لمعالجة قضاياه الجنائية محاولة الليكود الشفافة في خلق الصراع لا تثير عجاب أي أحد أما أعضاء حزب الليكود فدعوا منافسهم في كحولفان للتنازل وحلحلة الأمور في حال أرادوا الاستجابة لطلب الرئيس فيما يتمسك الليكود بموقفه بتمثيل كتلة اليمين التي تضم حزب الليكود والأحزاب اليمينية والمتدينة إذن نتوقع بعد قليل أن يلقي رئيس الدولة الإسرائيلي رؤيفين ريفلين كلمة يوكل بها رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بن يمين نتنياو بمهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد الأنباء التي تحدثت عن فشل التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بوحدة وطنية بعد مشاورات طويلة ومكثفة أجراها الحزبان الرئيسان حزب كحولفان وأيضا حزب الليكود الحاكم بانتظار كلمة رئيس الدولة الإسرائيلي رؤيفين ريفلين وهذه صور مباشرة من مدينة القدس من منزل الرئيس الإسرائيلي بانتظار خروجه ونيته توكيل لنتنياه مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة في هذه الحلقة وفي هذا الملف أرحب بالضيوف وأبدأ بالسيد شاكيب شنان خبير الشؤون السياسية الإسرائيلي مرحبا بك سيد شنان وسيد عينات فيلف عضو الكنيسة السابقة مرحبا بك سيد عينات وأيضا أدهم حبيب الله من منزل الرئيس الإسرائيلي رؤيفين ريفلين الذي يتابع هذه التطورات مرحبا بك معنا أدهم طيب سيد شنان دعني أبدأ معك قبل أن يخرج ريفلين النبأ الأخير قبل قليل فشل حكومة وحدة وطنية وإلقاء مهمة تشكيل الحكومة على نتنياه وماذا يعني ذلك لا نستطيع القول أنه فشل يعني الرئيس الدولة استبقى الحدث بأسبوع اليوم فقط استلم نتاج الانتخابات من رئيس لجد الانتخابات المركزية وكان عليه أن يبدأ غدا في المشاورات مع الكتل الحزبية من أجل فحص الأمور لأنه استغل الوقت واستبقى الحدث وضغط وحاول أن يجمع كل من بين جانس وبن يمين نتنياهو معا الأمر ليس بهذه السهولة وليس بهذه البساطة يعني نتنياهو من جانب واحد جمع حوله بلوك 55 نائب برلمان كلهم مؤيدوه وهو يحافظ على معسكره ويريد من بين جانس أن يتخلى عن شركائه فهذا الأمر ليس ببسيط وليس بهذه السهولة لذلك لا نستطيع القول في هذه المرحلة أن نجزم بشكل قاطع أن إمكانية إقامة حكومة وحدة وطنية باتت حلم إنما الأمور قد تسري تجري الرياح بعكس ما لا تشتهي السفن يجب أن نذكر أن 55 نائب برلمان لا يكفي لإقامة حكومة ولا يوجد لبن يمين نتنياهو في هذه المرحلة إمكانية لأخذ إذا استطاع أن يقنع عمير بيرس أعلن بشكل واضح أنه لا يريد الذهاب للمفاوضات معه ليبرمن يقول له لا تحاول أن تشتريني ولا بأي سلعة لأني لا أريد إلا حكومة وحدة وطنية علمانية بدون الأحزاب المتدينة لا يوجد 61 نائب للبرلمان مع نتنياهو لا توجد لديه حكومة حتى إذا حصل على توكيل وتفويض من رئيس الدولة نعم سيدة فيلف على ما يبدو رئيس الدولة كما ذكرنا سيوكل نتنياهو بتشكيل هذه الحكومة ولكن المهم شبه مستحيلة الطرفين لا يحصلوا ولم يحصلوا على أغلبية عدد مقاعد في الكنيسة تشكيل الحكومة برأي كيف سيتعامل نتنياهو مع هذه المعضلة أولا لدى رئيس الحكومة نتنياهو إذا كان حصل على التفويض لديه مكانة معينة مجرد أن يحصل على التفويض من الرئيس هذه مكانة معينة حسب قانونيا تعتبر الشخص الذي يملك أكبر حضوظ لتشكيل حكومة وبشكل كقاعدة في بعض من حصل على التفويض أنشأ الحكومة وركب الحكومة هناك ثلاث سيناريهوت أمام نتنياهو هناك ثلاث مصرات أولا أن يغري حزب العمل إغراء حزب لبرمان من جديد لإنضم إليه وأمر مرتبط بكهولفان صحيح أن الآن كله يعلن بشكل مؤكد أن هذا غير مارفوظ ولكن نتنياهو وقد تستطيع نتنياهو أن يمضي في هذه المسارات الثلاثة أحد هذه المسارات الثلاثة وهي ليست غير منفصلة عن الواقع بشكل كامل بالطبع أنه لن يقوم بتبذير الوقت وسيحاول أن يظهر أنه لديه حكومة بأسرع وقت ممكن هو يظهر ويعلن أنه انتصر بكل شيء لأنه بحسب الطريق الإسرائيل لا يهم كم عدد المقاعد التي تملكه إنما المهم هو عدد الأصحاب لديه وفي حال استطاع نتنياهو أن يثبت أن لديه عدد أصدقاء كبير وأكثر من 61 نائبا في الكنيسة سيعود من جديد إلى رئاسة الحكومة وحينها ستطرح من جديد مسألة القضية القانونية حصل على جزء من رئاسة الحكومة السؤال الذي يطرح نفسه هل ما هي رغبة الانتقام الحقيقية التي تكمن في داخل إيفيت لبرمان ضد نتنياهو هو يتهمه بالمسؤولية عن إقصاء فإن كيرشنباوم ويتهمه بمحاولة هدم حزبه من الداخل ويتهمه بالكثير من الأمور التي تكاد السياسة لعبة مصالح في نهاية الأمر بدون شك ولكن الموضوع بين لبرمان والنتنياهو يتعدى من وجهة نظري على الأقل ما يسمى سياسة هناك أمور يعني دم أسود كبير جرى فيما بينهما يجب أن لا ننسى أنهما كانا معا يعني بدأا مشوارهم السياسي معا في عام 1995 96 وكل الأمور جرت من منذ ذلك العهد حتى اليوم جرت الكثير من المياه السوداء القاتمة في نهري دجلة والفرات وهذا الأمر جعل إمكانية تقرب بين لبرمان ونتنياهو شبه مستحيلة يجوز أن لبرمان يحاول بطريقة أو أخرى أن يجد وضع جديد في اللقاء رئيس الدولة الإسرائيلي رؤوذين ريفلن وإلى جانبه رئيس الحكومة الإسرائيلي بن يمين نتنياهو كما ذكرنا ريفلن في منزله في مدينة القدس على ما يبدو سيوكي نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة وكما ذكرنا هذه الصور المباشرة من مدينة القدس أسلم رئيس الوزراء خطاب التفويل شكرا سيد رئيس الحكومة الوزراء جميع المحترمين وسائل الإعلام والإعلاميين بعد أن استشرت من دوبي كافة الأحزاب والكتل البرلمانية أعلن أن رئيس الحكومة السابق بن يميني تانياهو سيحصل اليوم مني التفويل لتشكيل الحكومة في تلخيص الاستشارات يتضح أنه لا يوجد واحدة وستين صوتا تكفي لتشكيل حكومة لا لدى عوضو الكنيسة ورئيس الحكومة المنتهية ولياته بن يميني تانياهو ولا لعوضو الكنيسة ورئيس حقيقة الأركان السابق بن يميني تانياهو مضمون القانون هو أن يؤدي إلى تشكيل حكومة وهذا بأسرع وقت ممكن وبناء عليه فإن القرار بالنسبة لتوكيل شخص بتشكيل حكومة مرتبط بالسؤال من يملك أكبر حظوظ وإمكانية للنجاح بتشكيل حكومة في الوضع الحالي فإن عوضو الكنيسة بن يميني تانياهو تلقى دعم خمسة وخمسين عوضو كنيسة وحصل عوضو الكنيسة بن يميني تانس على دعم أربعة وخمسين عوضو كنيسة ولكن العشرة من بين أربعة وخمسين الدعمين لأوضو الكنيسة بن يميني تانس أعلن أنه لن يغير مستعدين على مشاركته في الجلوس في الحكومة في المقابل خمسة وخمسين عوضو الكنيسة الذين أيدوا نيتانياهو أعلن أنه سيكون شركاء في حكومته في حال نجح بتشكيلها حزب إسرائيل بيتينو لم يعلن دعمه لأي من المرشحين ولم ينفي أي منهما أيضا لذلك فإن إمكانية وقدرة رئيس عوضو الكنيسة نيتانياهو لتشكيل حكومة الآن أكبر لذلك سيدي قررت أن أضع بين يديك إمكانية تشكيل حكومة القرار بعدم تأجيل التفويد لتشكيل الحكومة يأتي استمرارا للقاء المشترك أجريته معك ومع عوضو الكنيسة ورئيس سيئة الأركان السابق بني جانس وبعد أن طلبتما ذلك مني إلى جانب ذلك فمن المهم أن أقول وعلى خلفية نتائج الانتخابات والواقع بأن أي من أعضاء الكنيسة لم يحصل على دعم وتوصية 61 عوضو كنيسة فإن أمر تفويد عوضو كنيسة واحد من بين المرشحين بتشكيل حكومة هو بحد ذاته ليس الحل وليس الحل بالضرورة وليس حلا كافيا على ما يبدو لا يعني هذا التفويد أن يقلل من المسؤولية على كلا المرشحين وعلى كافة الكتل البرلمانية في الكنيسة أن تخلق الظروف التي نستطيع أن نخرج عبرها وحل نخرج عبرها من النفق الذي المسدود الذي وصلنا إليه مفاتيح تشكيل حكومة إسرائيل موجودة اليوم بأيدي كافة منتخبية الجمهور من كافة الأحزاب لا يهم ذلك من أكله أولا بتشكيل الحكومة وفي حال طلب من ذلك وإذا كان الأمر صحيحا من يحصل ثانيا على التفويد لتشكيل القيام بهذه المهمة طالما لم تتوقف الانفصالات والمقاطعة لجماهير كاملة ولن يكون هناك زخم لتشكيل احتحالفات جديدة بين الأحزاب شتى الكبيرة والصغيرة طالما لن تكون هناك أي إمكانية ورغبة بالمساومة والتنازل لن تقوم حكومة للأسوة شديدة كل من يتداول على الأقل عبر قراءة جريدة بالنسبة للوضع السياسي لإسرائيل هذا اليوم لذلك فمن بين كافة المقترحات التي كانت أمامي أعرضت على المقترحين أن يقيمها حكومة واحدة معناه حكومة بالتساوي لا يكون فيها أي أفضلية لكتلة على حساب كتلة أخرى كما عرضت أنه إلى جانب رئيس حكومة منتخب سيتم تغيير القانون وتمنح أهمية وقوة لمكانة القائم بأعمال رئيس الحكومة التمييز لمكانة القائم بأعمال رئيس الحكومة أنه في أي لحظة يمتنع عن رئيس الحكومة من القيام بواجباته هو الذي يقوم بأعمال رئيس الحكومة ويشغل بشكل عملي منصب رئيس الحكومة طالما رئيس الحكومة غير قادر على القيام بواجباته كما أنني شددت أنه يجب أن يتم تصحيح القانون كي لا يكون الامتناع أو التغيب محدداً بفترة مئة يوم هذا الأمر سيسمح استمرار رئيس الحكومة منصبه طالما لو هناك حاجة بالإعلان عن التغيب وفي حال خرج رئيس حكومة إلى متغيباً سيبقى رئيس حكومة ولكن ستنتقل صلاحياته للقائم بأعماله هذا كان اقتراحي لأجل أن نحل المعضلة القانونية والسياسية وصلنا إليها هذا اقتراحي وقضعه اليوم أمام كافة الجمهور بقراري أن أمنح مرشح حزب الليكود ورئيس الحكومة أن يكون أولاً في محاولة لتشكيل الحكومة أخذت بعين اعتبار في هذا الأمر أن حزب الليكود وكذلك حزب كحولفان التزماء أمام الجمهور بإرجاع التفويد لبيت الرئيس في حال فشلوا لصمح الله بتشكيل حكومة القانون يضع بين يديك سيدي 28 يوماً بدءاً من الغد لمحاولة تشكيل حكومة وفي حال كان هناك أي تبرير حقيقي وواضح يمنح القانون للرئيس إمكانية أن يعطيك مهلة إضافية لحتى 14 يوماً للمرشح الذي اقتراح في حال فشل بتفويد مرشح آخر بتشكيل الحكومة أو أن يعلن للكنيسة أنه لم ينجح أو لم أنجح بأن أؤدي أن يقول لمرشح لرئاسة الحكومة أنه نجح بتشكيل حكومة بحسب القانون يستطيع الرئيس في ختام 28 يوماً أن يعلن لرئيس الكنيسة أنه لن يمكن تشكيل حكومة في هذه الحالة ينتقل التفويد للكنيسة التي في حال رغبك بذلك ستضطر لجمع توقيع 61 داعماً بمرشح متفق عليه من قبل الكنيسة سيد رئيس الحكومة في مسألة واحدة على الأقل نجح أغلبية الجمهور الشعب الإسرائيلي أن يتفق الشعب لا يريد التوجه لانتخابات جولة انتخابية جديدة الشعب لا يريد جولة انتخابية جديدة مهما كان رأيه بكل ما يخص لكيفية يجب إدارة الدولة بحسب رؤية كل مواطن ومواطن إن حجم المقام وحجم التحديات التي أمامنا وكم مثلك يعرف هذه التحديات سيد رئيس الحكومة التي نواجهها إن كانت أمنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ولا تتلزم قادة هذا الشعب أن يشكل حكومة في إسرائيل حكومة للشعب في إسرائيل عوضو الكنيسة ورئيس الوزراء المتاهي وليته وعوضو الكنيسة بن يمين تاني عوضو الكنيسة بيني جانس ورئيس هيئة الأركان السابق منتخب الجمهورة عامة بالإمكان تشكيل حكومة في حال قامت حكومة صحيح الكل سيدفع الثمن وفي حال سمح الله لم تشكّل حكومة حينها أيضا سيحاول الجمهور أن يستوضح الأمر لماذا ولكن في حال لم تشكّل حكومة فإن مواطني دولة إسرائيل بطبع هم من سيدفع الثمن والثمن الأغلى والأكثر بغضن باسم الشعب برغم كل طوائفه واختلافاته الشعب الكائن في أرض إسرائيل كما نحن نسميها شعب اليهودي الجالس بإسرائيل ولأجل كافة مواطني دولة إسرائيل أتمنى لكم وتمنى لك رئيس الحكومة النجاح شكرا جزيلا تفضل سيدي رئيس الحكومة شكرا سيدي الرئيس أتقبل منك المهمة التي أوكلتها إلي أقوم بذلك من معارفة بأنه إما أني أملك فرص أكبر لتشكيل حكومة من عدم قدرتي على أو دعنا نقول أن عدم قدرتي أقل بقليل من عدم قدرة عدو الكنيسة لأن كلينا لن ننجح بتشكيل حكومة إلا سوية فإن أمر الساعة يتطلب حكومة وحدة وطنية واسعة النطاق ويمكن القول بالسرعة أريد ألا نتطرق لماذا نحن بحاجة لهذه الوحدة وهذا التصالح الوطني لثلاث أسباب أسباب الأول الذي يبدأ فيه أولا لأجل لوضع المصالحة الوطنية وهي أمر حيوي وضريفي طوال في كل وقت وبالأخص في هذا الوقت مررنا بحملة أملات انتخابية صعبة من كافة الجهات ولكافة الجهات ويتوجب علينا توحيد الشعب وجسر الهوات والشروخ ولأننا نواجه ثلاثة تحديات كبيرة يعرفها الجمهور بشكل جزئي أو بالمرة لا التحدي الأول هو التحدي الأمني والكل يعرف ويرى الوقاحة الإيرانية التي تهاجم بشكل علني وليس سر أنها هجمت في السعودية وليس هناك فقط بل إنها تهاجم مسارات الملاحة البحرية وتنفذ هجمات في مساحات واسعة في الشرق الأوسط تهاجمنا من العراق والسورية ومن لبنان ومن غزة وتهاجم المجتمع الدولي بوقاحة كبيرة ومتزيدة بأسلحة دقيقة والرئيس يعرفها وهي موجهة ضدنا أيضا لذلك لا أخلق هنا واقعا مفترضا هذه ليست حربا نفسية وإنما هذا تحدي أمني كبير وهو يتقرب منا بشكل كبير ويدنو منا بسرعة لذلك علينا توحيد القوة لأن الشعب يجب أن يكون موحدا ومستعدا سيد الرئيس وهذا أمر نقشناه ليس مرة ولا مرتين يجب أن نعد الشعب بكامل ما الكلمة من معنا ونحن بحاجة لجبهة وسعة جدا هذا الأمر الأول مر أمر الأمني الأمر الثاني هو الأمر الاقتصادي المرتبط بما قلته الآن لست أعني احتياجات موازنة الميزانية هو أمر عادي قمت به بحالات أصعب من ناحية اقتصادين ما كنا عليها اليوم وإني واثق أنه بقدرتنا ومقدورنا أن نحاول أن نعالج هذا الأمر لكن ليس لهذا السبب نحن بحاجة لحكومة واسعة النطاق وإنما لمواجهة تحديات من إيران والأسلحة الدقيقة الموجهة ضد إسرائيل ولا يجب أن نخصص ميزانيات وموارد كبيرة جدا جدا كي نبني لإسرائيل الشبكات الأمنية المطلوبة للسنوات المقبلة وهذا الأمر يلزم أيضا بموافقة قومية واسعة الاتقاذ ليست عملية سهلة وليست إجراء سهلة من ناحية اقتصادية في ظل الأوضاع الراهنة عمليا كنا سنستصعب جدا ترفيذ ذلك في حكومتنا تملك أكتافا كبيرة واسعة تعتمد عليها هذا التحدي الاقتصادي وهذا نتاج للتحدي الأمني وهنا يأتي التحدي الثالث الذي هو عبارة عن فرصة أكثر من أنه تحد بل فرصة لن تتكرر أحدية المرات منذ 71 عاما منذ قيام دولة إسرائيل لم تكن فرصة كهذه وأشك في حال أنه ستصنح أمامنا فرصة مشابهة في السنوات السابقة المقبلة ونستطيع أن نصل إلى توافقات قومية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخطته للحل السياسي في حال كنا جبهة الموسعة الهدف الأساسي وتحديد الفرصة الأساسية هي أن نحدد حدودنا الشرقية وأن نزيد المزيد من الأسس لعلاقاتنا الأمنية مع الولايات المتحدة القوى العظمى الكبرى في العالم هذه الفرصة قائمة اليوم هذه ليست العوبة ولا أي شيء آخر إنما تحدث اليوم من القلب ومن الرأس ومن العقل في ظل سنوات خبرة طويلة من القيادة الدولة وصلنا إلى حالة نضوج من الظروف لتستطيع أن تقدم لنا المردود للتحديات الأمنية والاقتصادية وأيضا الرد الكبير لفرصة سياسية لم تكن بين أيدينا ولن تكون بين أيدينا من جديد ولكل هذه الأمور نحن بحاجة لحكومة وحدة وطنية واسعة النطاق الآن وأعتقد أن الكل يفهم أنه لن تكون فرصة مواتية أخرى لذلك سأبذل كافة الجهود لأجل تشكيل هذه الحكومة بقيادة مشتركة وعندما تحدث عن حكومة وحدة وطنية عن قيادة مشتركة إن كان حكومة مشتركة كما طرحت حكومة وسعة النطاق وحكومة تستطيع أن تضمن هذه الشراكة والكثير الأمور وذلك المبنى الواضح بين شخصين يقودان الحكومة ولكن يشدد الآن على الأقلية على السرعة أعتذر السرعة بما معناها أنه بأسرع ما يمكن أولا لأن الحكومة الوحيدة الواردة بالحزبان بحسب وجهة نظري بالطبع وقد يكون الإنسان مخطئا ولكن بالنسبة لما يتوقعه الشعب والأمر الذي نستطيع تقيقه نستطيع أن ننفذ ذلك بسرعة كبيرة هذه الحكومة يمكن أن نقيم أن ننشئها ونجكلها بسرعة كبيرة إذا في حال رغمنا بذلك ولكن كما قلت لك في خضم لقائنا في عدة لقاءات لنا والمحادثات الهاتفية بيننا أمس وفي حديثنا اليوم أيضا مع عضو الكنيسة غانتس في حال أن هذه الحكومة التي نستطيع أن نشئها بسرعة لن تقوم اليوم على ما يبدو لن تنشئ إلا في المرحلة الأخيرة هذا يعني أنها فقط عندما يفهم الناس أنه لا يوجد أي خيار آخر وفقط حينها تشكل هذه الحكومة لذلك لا يوجد أي معنى لتبذير والوقت والمماطلة لمزيد من الأشهر العاقرة كي لا تشكل هذه الحكومة في حال أن نشكل هذه الحكومة في الأيام القريبة على ما يبدو سنضطر للانتظار كنت أقول لك سيد الرئيس كنت أمر مباشرة إلى 21 يوم وحين الكل يفهم الجميع أنه لا مفر إلا المضي نحو تشكيل حكومة وحدة واسعة نطاق حينها ستقام هذه الحكومة لذلك فأنت بدلت كافة الجهود بمنحك هذا التفويد لي وفي حال لم أنجح سأعيد لك التفويد بإذن الله وبإذن الله وبإذن ومساعدة شكان دولة إسرائيل ومساعدتك سيد الرئيس سنقيم ونشكل حكومة وحدة وطنية واسعة النطاق في المستقبل وأمل أن ننجح الآن أشكرك جزيل الشكر على المحادثات الهامة فيما بيننا وعلى الجهود المهمة بل المصيرية لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة النطاق فمن ناحية أنني سأبذل كافة الجهود في هذه المسألة شكرا جزيلا لكم شكرا لك سيد الرئيس عيدا سعيدا لرئيس الرسال سنة سعيدا لكم جميعا وسنة مباركة وبإذن الله شكرا لكم إذن كانت هذه كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولاية بن يمين نتنياه والذي أوكل الآن من قبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بمهم تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة نتنياه بدوره أشار إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية وأنه سبيل الوحيد لمتابعة التحديات الأمنية والاقتصادية المحيطة بواجه إسرائيل أيضا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين تحدث عن ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية وهناك نوع من الإجماع بأن هذه الحكومة هي التي ستخرج إسرائيل من هذا المأزق سواء من ناحية سياسية أمنية أو حتى من ناحية اقتصادية هنا في السوديو أرحب بعضو الكنيسة السابق عن حزب الليكود كيف يمكن أن يقوم نتنياهو بتشكيل هذه الحكومة في البداية هل يمكن القول بأن حديثه عن ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية يعني بأن هذا المسار الوحيد لحزب الليكود الآن يوجد اليوم أكثر من حل واحد ولكن حسب وجه في هذه الجولة قال ذلك رئيس الحكومة فإن الاحتمال ضئيل وأنا لو كنت بدلا منه كنت ودهر الحديث عن كل شيء في حال كان بوسع كان يجلسان اليوم ولما كان الرئيس يفوض نتنياهو على ما يبدو أنه لم ينجح ولذلك سأل ربما سيكون الجواب سلبيا كنت أستدعي أفيكدور ليبرمان والرد سيأتي سلبيا لأن أفيكدور ليبرمان قال أنه غير مستعد للمضي في حكومة مع بقية شركاء الليكود والحاردين اليهودين ونميرد حكومة المعلمانية وكنت أستدع أيضا عمير بيرس وعمير بيرس أيضا في هذه المرحلة لو كنت مكانه كان يعطي ردا سلبيا لو كنت في محل نتنياهو كنت يوم الأحد عشية عيد رأس السنة العبرية وعيد التفويد للرئيس كي لا أبذر وأقدر الوقت القومي الثمين وأنا لو كنت مكان رئيس كنتم مشاركة وعلي وكما قال نتنياهو أنه لا يوجد أي احتمال لدي لفرصة لدي ولكن لدى غانس عقل فرصة وطبع غانس لن يجلس مع أمير ولا مع نتنياهو لن يجلس مع القانون مشاركة ولا مع مير أنا لو كنت مكان رئيس كنت أبلغ يولي إدرسن أنا لا يمكن تشكيل حكمه أنا في عملية عملية أوتوماتيكية لـ 21 يوما وفي نهايتها يتم إما توصل لحل وإما توجه لانتخابات جديدة في حال لم يمضي غانس ويتوجه لحكومة وحدة وطنية أعتقد أن الحل بعكس المتوقع يوجد نكاك دارية 64 عضو لليمين ولكن قال ألبيرت أنشن أنه حاولت شيئا وفشل ولم تنجح من المجنون أن تجرب جديد لذلك حاولوا تحالفا واتلافا حكوميا من اليمين بين الحارديم وليبرمان أعتقد أن لليبرمان يضايق هذه المرة المشكلة لذلك فإن الحل وحد يوجد حزبان ديمقراطيين كبيران أحده ما يعاني من أزمة هو حزب العمل يملك ستة أعضاء ولكنه يمثل جمهور أوسع بكثير وفي حال عمل حزب العمل كعدد المقاعد الذي يملكه في الجمهور بشكل حقيقي ويوجه بعدها بعضها إلى جانس بلئك تشكيل حكومة توحدة وطنية بين الليكود والعالم دعوننا ننتقل إلى مراسل المتوجد في منزل رئيس الدولة الإسرائيلي روفين ريفلين أدام حبيب الله أدام مرحبا بك معنا استمعنا إذن إلى توكير رئيس الحكومة بين يمين نتنيا وبتشكيل الحكومة ما هي أبرز ضد الفعل خصوصا في تحالف كحولفان على ما يبدو جانس يتحدث بأنه لي يجلس بحكومة سيقدم ضد رئيسها أو الموكل بتشكيلها لوائح اتهام نعم يا مهند بداية من طرف كحولفان عندما نتحدث عن تصريح يائير لبيد وأيضا عندما كان يجلس بنيمين نتنيا مع كحولفان مع عفوان مع بني جانس ومع رئيس الدولة كتب على مواقع التواصل الاجتماع أنه لا يمكن الجلوس مع رئيس حكومة حوله ملفات فساد وأيضا تهم قضائية ولذلك هذا الشيء سبب نوعا ما نوع من تعقيد الأمور ما بين الأطراف بالإضافة لذلك مسألة التنوب وقضية التنوب كحولفان حاول كل الفترة أن يكون هو الأول في رئاسة الحكومة ومن ثم نتنياهو كي يلعب بعامل الزمن علما أن نتنياهو تنتظره لجنة جلسة استماع فيما يتعلق بخضايا الفساد ولكن لربما مهند رئيس الحكومة الإسرائيلي بالإضافة إلى ملامح وجهه فيما يتعلق بهذا التوكيل تعكس الصورة الحقيقية للمأزقة الذي يمر به بن يمين نتنياهو جميعنا يعلم أيضا عندما لم يحصل بن يمين نتنياهو على أغلبية حتى من المقاعد داخل حزب الليكود كان يريد أن تكون التوصية له أولا اليوم لربما نتنياهو لا يريد تلك التوصية السؤال هل نتنياهو سيستغل كل الفرصة من حيث المدة الزمنية أم سيعيد هذه التكلفة إلى رئيس الدولة في سابق الأواني يعني تحدث عن فترة زمنية قصيرة الأمور باتت معقدة فيما يتعلق بالمفاوضات أولا جميع الكتل اليسارية ترفض بن يمين نتنياهو كرئيس للحكومة بالسبب ملفات الفساد وأيضا التهم ولربما جلسة الاستماع ستغير الكثير داخل الخارطة السياسية في إسرائيل الأمر الثاني فيما يتعلق بأصوات بدأت داخل حزب الليكود تطالب اليوم رئيس الحكومة لربما أيضا بالتنحي وعطاء الفرصة لشخص آخر والحديث هنا عن جدع سعر هذا هو السيناريو الثاني لربما قد يكون داخل حزب الليكود ولكن بن يمين نتنياهو يحاول استغلال الفرصة والوقت من أجل كسب طبعا والذهاب إلى انتخابات ثالث قد تحوم من الأفق ولكن هو أكد في كلمته نقطة جدا هامة وهذا ما أكد علي أيضا رئيس الدولة ريفين ريفين في هذه الليلة في حال فشلت الأطراف هل سيعيد التكلفة عند رئيس الدولة الجابة كانت نعم لكن سننتظر باعتقادنا بن يمين نتنياهو لن يسايل كل الفرصة سيعودها قبل بوقته إذن عدم حبيب الله مرسل من منزل رئيس الدولة ريفين ريفين شكرا جزيلا على نقل الصورة من هناك نريد ونؤكد بأن هذا الخبر وهذا التصريح خرج الآن على لسان جانسي يقول بشكل واضح بأنه كحولفان لن يجلس في حكومة واحدة مع رئيسها أو أحد الأشخاص الموكل بتشكيلها المقدم ضده أو الذي سيقدم ضده لوائحتها ماذا يعني ذلك سيدة عنات الحديث أيضا الحكومة واحدة وطنية بات غير مطروح بهذا التصريح الساعة القضائية الآن أطول مدة على ما يبدو يبدو أن الرئيس ريفلين أيضا ونيتانياه أيضا وأحزاب أخرى تريد أن تمضي بسرعة في الأمور لاستواضحا لماذا والكل يسعى إلى الإسراع والتعجير في الأمور ربما من من شعور بأن الضغط سيحرك الناس وربما يجعلهم بتغيير موقعهم ومواقفهم في بعض الشؤون ولكن في بعض الأحيان نحن بحاجة لزمن للوقت كي تنضج الأمور نرى أن نتانياه يفهم أنه في حال كانت انتخابات وفي حال كانت في الكنيسة الحالية الرهنة قال الجمهور الإسرائيلي لا للتحريد لا للتوجه إلى اليمين المتطرف إنه عمليا ألقى خطابا قد يكون مناسبا للتشكيل الحكومة أو للتوجه للانتخابات حتى لم يقل إنه حكومة واحدة صهيونية وقال عمليا حكومة واحدة بشكل عام إنه لم يتحدث حتى عن حدود الشرقية الأردن لم يقل تذكر الأردن إنه يتواجه أكثر إلى المركز بل حتى يسرية تنقل من المركز مع رسائل تقول انسوا اليمين انسوا من يمضي مع اليهود المتزابدين أنا الآن زعيم رسمي وهو فهم عمليا أن ما حبه الجمهور في بني جانس في هذه الانتخابات هو كونه يمثل منصب رسمي من يهمه الدولة أجمع ولا يمضي مع جانب واحد بشكل واضح وفي مفهول معين إذا حاول جانس أن يكون نتنياهو وتنازع بشكل معين الآن يحاول نتنياهو أن يكون جانس أمنيا سعى للسلام ورسميا طيب سيد شاكيب هل يمكن القول بأنه بعد ما طرح الآن هل يمكن قول بأن رائحة الانتخابات أو الجولة الثالثة من الانتخابات خلال عام واحد باتت تفوح لا نحن بعيدين عن الانتخابات وجهة نظري في نهاية المطاط لن تكون الانتخابات الآن ما يعني غدا نقع الأمور العقلنية نضع الأمور على الطولة رئيس الدولة الليلي ضحرج الطابة من ساحته إلى ساحتين في آن واحد يعني قال لجانس وقال لبيبي يا عمي أنا بعرف أن كلاكما لا يملك الفرصة لإقامة حكومة وأنا أحملكما المسؤولية لهذه النتيجة وأنا اقترحت عليكما حل وهذا الحل يشمل يعني إعطاء صلاحيات لقائم بأعمال رئيس الحكومة ويشمل الكثير من الأمور ولكن الخطر الموجود الآن ليس في ساعة نتنياهو نتنياهو لديه حزب متلاصق من خلفه 32 مقعد لن يجر أحد في هذه المرحلة ووجهة نظري في كل هذه المعركة أن يخرج ضده من سيخرج ضد نتنياهو سيدفع بذلك ثمن بائض لذلك لن يكون من يخرج ضده المشكلة أصبحت الآن في معسكر كحلفا لا يوجد هناك تلاصق لبيد يضع العراقيل أمام جانس في الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية جانس بنفسي تحدث عن ذلك ودون شك ليش ليش جانس قال لأنه فيهم أنه لا يملك 33 هذا يعني أنه بن يمين نتنياهو لن ينجح في إقامة حكومة صغيرة في نهاية المطاف ستكون هناك على ما يبدو إما انشقاقات في داخل كحول لفان وإما أن يستطع نتنياهو إقناع عمير بيرتس أن يأتي كالرجل المنقذ لدولة إسرائيل وينضم لحكومة برئاسة نتنياهو وهناك ستكون شروط من قبل عمير بيرتس وحزب العمل يجب أن لا ننسى أن حزب العمل كحول لفان قام ولكن سيد شنان نتنياهو عندما يخرج ويقول حكومة وحزب العمل يعني تغلبية مصوطي كحول لفان في الأساس من مصوطي رجب العمل والحقيقة موجودة لأن لا يمكن أن نتنكر لها وعمير بيرتس لا يريد أن يكون عمير بيرتس يريد أن يكون شمع بيرتس يريد أن يبقى معنا إلى جيل تسعين ولذلك كان فيه سيناريو كهذا سيد شنان لتحدث نتنياهو عن ذلك هذا السيناريو أنا لا أستبعده أنا أرى هذا السيناريو في هذه البرحلة هذا السيناريو قد يكون ولكن يجب عندها على بن يمين نتنياهو أن يلتزم أنه في حالة تقديمه للمحاكمة يتخلى عن منصبه للرجل آخر من داخل حزب الليكود ويذهب إلى الطريق طيب أعود إلى سيد نتنياهو يتحدث عن الخطر الأمني بالتحديد فيما يتعلق بإيران وأنه يقترب دائما من إسرائيل ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية هذا يعني أن نتنياهو سيتخلى عن شركائه في اليمين الأحزاب المتدينة والأحزاب اليمينية الجواب هو كلا في كل المفاوضات كلا لو لا بأي مرحلة انظر في حال أقيمت حكومة في حال أقيمت حكومة وحاول الرئيس ذلك وعندما تحدث عن عدد من الأشهر وكفة الأجزاء كانت جزءا من المفاوضات وتفاهمات التي تم التوصل إليها التي اتضح كان يبدو وكان شعور بأنه كان نتوصل إلى اتفاق ولكنك قلت بالفعل أن لبيد عاد من جيارته إلى باريس وقال يكفي ورسوة كانت هناك ربما محطة في فيينا أو اتصال من فيينا تخذوني يوجد تنسيق بين لبيد وليبرمن كلاهما لا يرغب بحكومة رئاسة نتنياهو وبما أن الرئيس وقال وبحق أن الشعب لا يريد التواجه لجولة انتخابات ثالثة ولكن ما العمل أن نتائج انتخابات عمليا أن نتائج هذه الانتخابات قد تأول في نهاية المطاف إلى جولة انتخابات ثالثة ولذلك فإن هذه لحظة الحقيقة بالنسبة لأمير بيرس اللحظة المصرية والذي يقول أنه قام بحلق شانبه لأنه لا يريد بنيتنياهو رئيسا للأقومة وسيقول لا فعز استدعاه نتنياهو الآن ولكن فهل الأمر كان قبل يومين أو ثلاثة من الانتخابات ثالثة ولا يوجد حكومة وحدة وطنية ولا يستطيع تركيب حكومة ولا يمكن توكيل قد عن سعر بتشكيل حكومة لأن دستور الليكود يسمع فقط لمن يتزعم الحزب أن يشكل حكومة وحين يستطيع فقط إما أن يوكل بينت وشاكيد بتشكيل حكومة ولكن يجب أن يوافق الخيار الواقعي الوحيد سيكون عامير بيرتس وعامير بيرتس يجب أن يقول إذا سيكون هناك حاجة بتوجه الانتخابات أو انضمام للحكومة أعتقد أنه سيقول أن حلقته شنبي بالفعل ولكن يجب أن أكون الآن الرجل البالغ المسؤول لخيار آخر نحن حزبا ديمقراطي نخبير توجه لأظرام الذي هو ليس حزبا ولا يوجد لديها أصدقاء ولا يوجد انتخابات ولا مؤسسات ديمقراطية ولا شيء ثلاثة جنرالات مولوا لأنفسهم أعضاء كناسة هؤلاء الأشخاص سيعودوا للتصويت إلى حزب العمل حزب العمل هو الحزب التاريخي ذو جذور ذو أصدقاء ذو مؤسسات متجذرا في كل أنحاء البلاد في حال أن عدنا إلى أن نكون كما نعرف أن نكون حزب سلطوي نأمل أنه في حال مناحنا لتنياه قوة ليس بحسب الستة أعضاء كنيسة التي نملكهم وإنما بحسب الوزن الحقيقي في الجمهور ونفس الصلاحيات أو الحقوق التي كان مستعدا أن يمنحها لقانس سيكون مستعدا لنقلها إلى بيرت كقائم بعمار رئيس الحكومة وحقا بالمشاركة بالقرارات أعتقد أن حزب العمل سيوافق على ذلك بشكل كبير وأنتعرف ماذا؟ بعد شهرين لا نائب رئيس الأركان حتى يئير جولان سيطر ربما وحتى استقشافين ربما سيعودان الانضمام إلى حزب العمل سيدة فيلف إلى أي مدى واقعي ومنطقي طرح هذا السيناريو ما قالوا سيد شنور ما قالوا سيد أيضا كلاينر فيما يتعلق باحتمالية انضمام حزب العمل إلى حكومة برئاسة نتنياهو أي برئاسة اليمين مع الأحزاب المتدينة والمتشددة ليس على حسابنا معا يجب أن نعتقد أن هذا سيناريو محتمل قد يتم بالفعل حدثت أمور مشابهة في الماضي رأينا ضغوطا ورأينا مثلا كيف يتم تفعيل هذا الضغط عبر المغازلة ورأينا كيف يتم مغازلة لحزب العمل عبر مغازلة حزب العمل يقول هذا قواتكم الحقيقية هذه الموطنتكم الحقيقية هكذا يتم هذه العملية بمحاول ضمهم إلى تعرفك هذا قمت يقول لها قلت بنقاش وسطي جانبي ولكن يجب أن نفهم أن كافة السيناريوهات هي السيناريوهات تبدو ذات احتمالات ضئيلة ولذلك في لعبة المنطق فإن سيناريو ذو احتمالات ضئيلة في ظل كافة السيناريوهات ذات احتمالات ضئيلة سيتم ولا بد أن ينجح لذلك قد ينضم حزب العمل ربما رئيس حكومة سيكون وغانس كافة السيناريوهات ذات احتمالات ضئيلة مريحة جدا نقول هذا لن يحدث هذا لن يحدث هذا لن يحدث وكفية المطاف سيحدث شيئا ما وهذا سيناريو محتمل هو التي ربما ستجهز الوضع ليتم تقبله في الجمهور زميلتي وهي فعلا زميلة لأننا نرتوي من نفس النهر في الأساس في داخل حزب العمل هناك توجد أصوات مقربة من عمير بيريس بدأت تتحدث بهذه اللغة وهذه الأمور أنا قرأتها في أكثر من مصدر طيب سيد كلاين سأعود إليك من جديد في حال فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة وإعادة هذه القضية إلى رئيس الدولة ومن ثم يتجع إلى بني جانس إلى أي مدى يمكن أن يقبل نتنياهو فيما بعد بسيناريو أن يتناوب مع بني جانس ولكن في الفترة الثانية من الحكومة في ظل هذه الأوضاع الأمنية الصعبة سيناريو معقول أطلعنا عندما أتحدث كان واضحا أننا ندور الحديث عن أن نتنياهو سيكون رئيس حكومة أولا في حال يكون يتغيب جانس يكون القائم بعمال رئيس الحكومة وإذا حدث ريفلين عن إمكانية تغيير القانون ومنح صلاحية الضفية وحتى الإتاحة لنيتنياهو أن يثبت براته وفي حالة كهذه في حال أن يتم إدانة نتنياهو حين سيضطر الاستقالة بحسب دستور الليكوت في حال سمح الله تمت إدانته بالتهم المنسوبة إليه وحينها يأتي شخص آخر ويمضي في التناوب هذا السيناريو الوحيد لحكومة وحدة نتنياهو ولكن ربيد لا يريد ذلك ربيد يريد التناوب أنا أحترم معينات كثيرا سمعت عنها الكثير وقرأته الكثير من مقالاتها المثيرة ولكن لا أعتقد أن هذه مغازلة أنا أعتقد أن حزب العمل أو حزب ديمقراطي بيرتس لا يريد نتنياهو يعارض نتنياهو ولكن ما العمل أنه في كحولغا ربما الآن مختلف أكثر ولكن في حزب ديمقراطي كحزب العمل والليكوت حزب العمل يختار الرئيس والليكوت يختار رئيسه إذلك رغم أن ربما عمير بيرتس كان يرغب أن يكون شخصا آخر في رئاسة الحكومة ولكن طالما أن الليكوت وبشكل ديمقراطي إختار نتنياهو هذا جيد ولكن نقول أخرى لا شيء حاجة أن يكون أي شخص لدينا محكمة عليا مسألة أن وزير لا يستطيع أن يكون رئيس حكومة بحسب القنية استطيع وزير أن يكون رئيس حكومة ولكن جاءت المحكمة العليا بحسب إجراء بنحاس درع أن وزير يواجه لا يحتاج تساهم من ناحية أخلاقية وجمهيرية ليس جميل أن يكون وزيرا عليه أن يستطيع ولكن نظر لا يستطيع أن يمشي لدى رئيس حكومة لأنه ما إن استطيع رئيس حكومة يجب أن يمضي لاختيار رئيس حكومة جديد ذلك يرجح أن حكومة المحكمة العليا لن تفصل الرئيس حكومة على فكرة يوجد من يفصله عمليا أن المحكمة العليا تستطيع أن تفصل الوزير حينها أجبر تراب على إقالة درعي ولذلك تستطيع أن تقول الرئيس حكومة أن يقوم بإتفصل نفسه وإقالة نفسه لذلك ربما تقوية ويقرر المحكمة العليا أن نيطانيون يستمر ومستمر في هذا المنصب يوجد حال آخر يقول ويقول بيرت أنا في حال أنا أعتمد على المحكمة العليا يقول بيرت أنا أسمح له بأن يكون رئيس حكومة من ناحية قضائية ومن ناحية ديمقراطية لا أريد نتانياه ولكن حزب ديمقراطي وليكود حزب ديمقراطي طالما نتانياه مرشح الليكود والمحكمة العليا تتيح له أن يكون مرشحا للأسل حكومة سأدعمه إلى أي مدى ستؤثر الملفات التي ذكرها نتانياه القضايا الأمنية صفقة القرن في الدفع حقيقة للأطراف جميعا بتشكيل حكومة سيد شنان أنا وجهة نظر أن الكراهي الموجود لناتانياه في المعسكر المركز واليسار لا تهتم بهذه القضايا يعني في نهاية المطاف يتحدثون عن ملف ألف و ألفين وثلاث تلاف وأربعة تلاف ولا يتحدثون عن ملف إيران وملف ترامب وكل هذه الأمور يعني فيه هناك نوع من الإجماع في داخل المعسكر اليسار والمركز على وجوب ذهاب نتانياه وإخلاء إخلائه لمنصبه وانتخاب رئيس آخر إلا أن نتائج الانتخابات لم تعطي الفرصة لهذا المعسكر أن يصل إلى هذا الهدف نعم الحقيقة أنه فيش لهذا المعسكر واحد وستين عضو كنسة ليستطع أن يشكل الحكومة ولذلك إخنا في مأزق مأزق حقيقي والخروج منه بحاجة إلى الالتقاء في الوسط يعني كل طرف يجب أن يتنازل فعلا دولة إسرائيل يعني النقاط التي ذكرها الرئيس الحكومي السيد بن يومي نتانياه ليست عارية لم يأتي بها من كوكب آخر لم يأتي بها من المريخ هي حقائق موجودة على أرض الواقع والذهاب إلى حل يعني هل سينتظر ترامب نعم أم لا هل سيقوم روحني رئيس إيران بضرب السعودية أو ضرب إسرائيل كما حاول أن يضرب السعودية الأمور يعني هناك حقيقة الأمور في حاجة إلى وصول إلى اتفاق هناك قنبلة ذرية موجودة في رمالة والضف الغربي وغيرها كلها بحاجة إلى حلول القضية السلام إلى أي مدى سيستطع أبو مازن أن يستمر في الوضع الذي هو موجود به هناك قضايا فعلا حقيقية الوضع في غزة هل سيستطع رئيس حكومة انتقالية أن يضرب في غزة في حال إطلاق صواريخ مرة أخرى من غزة هذا النقاط سيد شناء المهم سيدة فيلف إلى أي مدى ستؤثر هذه الملفات الخارجية حدث أمني توتر أمني أن يقوم ترامب عرض صفقته للسلام في إطار هذه الأيام لتشكيل الحكومة أيضا الأسبوع القادم وجلسة الاستماع أو الاستجواب لبن يمين نتنياه هل يجب التروي لكل هذه الأحداث في نهاية الأمر مع وجود وضع سياسي داخلي معقد جدا كل هذه الأمور معروفة والآن دوما نستطيع أن ندخل إلى الحلبة المزيد من الأمور الجديدة في حال أن الولايات المتحدة كما نعرف لدى الرئيس ترامب الآن مشاكل الخاصة ولكن في الفعل عرضت الولايات المتحدة خطة معينة تسمح كما يقول نتنياه بفرصة أحدية أن نحدد حدود إسرائيل الشرقية وطبعا الحدود الشرقية التي أريد أن تكون لدولة إسرائيل ربما مختلفة جدا عما يرغب رافي بيرتس أن تكون هذه الحدود لدولة إسرائيل ولكن في حال سنحة فرصة كهذه بأن ننهي هذه المسألة بالطبع أن الكل سينضم لحكومة كهذه حتى وإن كانت الأواعيح اتهام خطيرة جدا قد يكون نتيجة معينة نتنياه سأتيت تنفيذ كل هذه الأمور من منصب رئيس الحكومة من حالة أنه ومن المثير أن نرى السرعة التي تحول فيها إلى بني جانس إلى شخص ذو رسميات يتحدث عن تحديات عن الوحدة عن عدم رغبات متوجهة الانتخابات هذا سريع ومتيش جدا ولكن حسن السبب بقائه إلى هذه الفترة الطويلة هو أن نديه حس لهذه الأمور ويعرف جس نبض الشارع ويقول حاجة أن نقول هذه الأمور أريد أن نضيف شيئا واحدا فقط دوما يذكر السيد دستور الليكود التي على فكرة نيتانياهو من فترة طويلة لم ينتخب في انتخابات تمهيدية إنه تمبأ تتنظم من عدة مرات هذا غير صحيح يقول أن تذكروا طوال الوقت أن دستطير الأحزاب الدموقراطية والأحزاب الدموقراطية ولكن القانون والديموقراطية هم يأتيان من الكنيسة أن 33 نائبا يحصل عليها كحولفان بينما 56 أعضاء كنيسة اختاروا بشكل أو بآخر يقولوا أنهم غير راغبين باستمرار حكم نيتانياهو هذا هو الخيار الحزبية والديموقراطية هي مختاره الناس لا تستطيع أن تأتي وتقول لأنهم عمير بيرس لا يستطيع أن أقول إذا بدأت قول هذا الأمر أنت عمليا تقول إذا كنت تعرف ماذا يقوله الناس هذا لن يعله النتائج هي نتائج وهي واضحة جدا 56 مقع نائبا قالوا أنهم غير معنيين باستمرار الوضع القائم وهذا يضع المؤضل أمام نتانيا وتحدث عن ذلك أيضا في دمر الصح المرة الأخيرة التي 65 شخصا اختاروا أحزاب والتي التزمت بدعم شخصا واحد كانت في نيسان عندما 56 عداء كنسة أيدوا أحزاب قالت أنها تدعم نتانياهو وليبرمان أخذ خمسة أحزاب من نيسان الذين صوتوا كيدعم ليبرمان بنيتانياهو ولكنه أخذهم وقادنا إلى هذه الانتخابات في هذه الانتخابات قال ليبرمان أنه لا يدعم أي طرف 55 شخصا دعموا أحزاب تدعم ليتانياهو و43 نائبا قالوا أنه حصلوا على دعم أحزاب تدعم غانس أي نعنا 55 وجهة 44 البقية لا يدعمون أي طرف لذلك فإن الأكثرية ترغب المواطنين العرب خرجوا بالفعل ضد الديتانياهو ولكنهم يقول لا يرغبون بلا دمام إلى حكومة غانس ولا يدعمون غانس أن نسيج القانون لدولة إسرائيل في إطار قانون الأحزاب الذي يلزم الأحزاب الدموقراطية بالتصرف بحسب الدستور الدستور لدى حزاب يشعتيد هو ما يقول ولبيد هو ما يحدد ولذلك فإن هذا مولادة غانس الأم لا يختلف جملة أخيرة ومهمة الليكود لا يستفدل وإنما الليكود اختار نتنياهو وبمجرد أنه لم يعرض أحد آخر الترشيحه ضده أشكرك جزيلا شكرا سيد ميخال كليينر وسيد شكيب شنانو أيضا سيد العينات ذيل مشهدي الكرام بهذا وصلنا لأخيتام هذا المساء نذكر وأن رئيس الدولة رؤوذين ريفلين أو كلابيني من نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة وأمامه 28 يوم لهذه المهمة التي وصفت على أنها مهمة شبه مستحيلة شهدي الكرام نشكر لكم حسنا المشاهدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة